أخونا يسأل عن أحكام الشغار إذ أنه في أمس الحاجة إلى معرفة تفاصيل هذا الحكم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قد جعل الله النكاح والزواج يقوم على الرضا بين الزوجين والوئام والوثاق بينهما وأن يختار للمرأة الزوج الصالح وأن تختار المرأة الرجل الكفء يختاره لها وليها ويأخذ رأيها فيه وكل ما يسبب الوئام وحسن العشرة بين الزوجين فإنه مطروب وكل ما يسبب الاختلاف وسوء العشرة بين الزوجين فإنه ممنوع ومن ذلك الشغار نكاح الشغار الشغار مأخوذ من شغر الشيء إذا خلق فنكاح الشغار هو النكاح الخالي من المهر بأن تجعل امرأة بدل امرأة بأن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر يعني بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما ما كان من النكاح بهذه الصفة أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما فهذا هو الشغار بإجماع أهل العلم وهو نكاح باطل لا يحل به ما حرم الله سبحانه وتعالى ووجود هذا العقد كعدمه عقد باطل لا تأثير له ولا ينعقد به نكاح ولا تجوز به متعة أما إذا زوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته وبينهما مهر فقد اختلف العلماء في ذلك هل هو من الشغار الباطل أو هو جائز نظرا لوجود المهر الصحيح أنه شغار أيضا لأنه لا يخلو من غضاضة إحدى المرأتين أو كليهما فوجود المهر مع إجبار المرأتين أو إحداهما على من لا تريده يعتبر من الشغار لوجود الضرر فيه على المرأة أو على المرأتين والواجب على ولي أمر المرأة الذي والله الله عليها وجعل بيده عقدة النكاح الواجب عليه أن يتقي الله في موليته وأن يزوجها نظرا لمصلحتها هي لا نظرا لمصلحته هو فلا يستغلها لمصلحته ويزوجها لمصلحته هو وإنما يزوجها لمصلحتها هي والله الموسط